حلقتنا النهاردة مختلفة شوية وهي عن مواصفات طابع محمولة من إنتاج شركة كانون اليابانية وهي الطابع الكانون بيكسيمة TR150 ومن خلال حلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض مواصفات الطابع ومميزات الطابع ومين اللي قدر أنصحه مشراء الطابع كل ده هنعرفه مع بعض بس بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذاكم أخواني عاملين ايه اخباركم ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل الحاجة معاكم احمد الساب من قناة كانون بالعربي وحلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض مواصفات طابع محمولة من إنتاج شركة كانون اليابانية وهي الطابع الكانون بيكسيمة TR150 وايرلس بورتبر بيزنس برينت واول حاجة هنبدأ بيها وهي مواصفات الطابع الكانون بيكسيمة TR150 لازم تبقى عارف ان الطابع المحمولة TR150 وزنها 2.5 كيلو جرام تقريباً وغير انها مزودة ببطارية حجمها 2170 ميلي امبير وده هتقعد معاك الى ما يقارب ساعتين عمل على الطابع وغير انك تقدر تشحن البطارية دي بفولت 220 عادي جداً من خلال الالبطور الموجود مع الطابعة وغير انك تقدر تشحن بطارية الطابعة من خلال مدخل طايب سي اللي موجود في الطابعة وده هيسهلك انك تقدر تتنقل بالطابعة لمكان لمكان اخر بكل سهولة بدون ما تحتاج الى مصدر كهرباء يعني لو انت هتشحن بطارية الطابعة من خلال الالبطور اللي موجود مع الطابعة فشحن البطارية هينتهي في خلال ساعتين ونص لكن لو هتشحن بطارية الطابعة من خلال مدخل الطايب سي اللي موجود في الطابعة فعملية شحن بطارية الطابعة ستستغرق ما يقارب الخامس ساعة لا وكمان مدخل الطايب سي اللي موجود في الطابعة تقدر توصله بباوربانك وتشحن الطابعة والطابعة الكانون بيكسيما TR150 من عائلة بيكسيما اللي هي الطابعات اللي بتشتغل بنظام الحبر السائل لا وكمان الطابعة بتطبع بالاسود والالوان ولازم تبقى عارف ان الطابعة TR150 مخصصة لطبعات الورق المستندات وليس مخصصة لطبعات الصور الفوتوغرافية يوجد مع الطابع خارتوشتين حبر خارتوشا ملون وخارتوشا اسو وخارتوشتين الحبر تكافي الي ما يقارب ماتين ورقة من المستندات ورقم خارتش الحبر الاسود 35 والالوان 36 يعني خارتوشتين الك formats الموجودين مع الطابعة أو اللي ستشيريهم بعد كده ان صحك بيستخدامهم في ورق المستندات اللي هو الورق ال обрат sanand paper وما ان صحكش انك تستخدمهم في اطباعة الصور الفوتوغرافية لان مقدار الحبر الموجود في خارتشيز وقت P stations سينتهي بسرعة جدا سرعة الطبعة بالاسود 9 وراءات في الديئة و سرعة الطبعة بالالوان 5 أوراق في الديئة يوجد في الطابعة شاشة 1.4% بوسة OLED والشاشة سهلة استخدام عددات الطبعة بكل سهولة و عملية ربط الطبعة بالروتر الواي فاي و معرفة مقدار الحبر الموجود في كل خرطشة الحبر الطابعة فيها خاصية الطبعة من خلال الروتر الواي فاي يعني تقدر تطبع على أكثر من جهاز موبايل وأكثر من جهاز لابتوب وأكثر من جهاز تبلد في وقت واحد من خلال خاصية الروتر الواي فاي ولو ما عندكش راوتر واي فاي تقدر تستخدم خاصية الاتصال المباشر وتطبع على أكثر من جهاز موبايل وأكثر من جهاز لابتوب وأكثر من جهاز تبلد في وقت واحد بدون استخدام أي كاب ولا استخدام الروتر الواي فاي و مرفق مع الطبعة كابل USB اللي تقدر توصله بالطبعة والكمبيوتر أو الطبعة واللابتوب ولازم تبقى عارف أن الكابل USB اللي موجود مع الطبعة مختلف نهائيا عن باقي كابلات اليو اس بي الخاص بالطابعات العادية بيبقى عبارة عن كابل اليو اس بي مدخل للكمبيوتر ومدخل طايب سي للطابعة ولازم تبقى عارف ان الطابعة الكنون بيكسيما TR150 طابعة فقط لا يوجد بها تصوير ولا ماسح دوقي يوجد في الطابعة درج علوي او تري علوي يكفي الى ما يقارب خمسين ورقة من البلام بيبر وتقدر تطبع على اقصى حجم ورقة A4 لكن سمك الورق معك من 70 جرام الى 200 جرام الطابعة مدعمة لجميع اصدارات الويندوز معدل ويندوز الاكسي بي وايضا مدعمة لجميع اصدارات الماك الطابعة عليها ضمان سنة واحدة من تاريخ الشراء ودلوقتي انت هنا من مواثفات الطابعة الكنون بيكسيما TR150 وجيه معادنا مع مميزات الطابعة واول ميزة معنا انك سهل تتنقل بالطابعة من مكان لمكان اخر بسبب صغر حجم الطابعة يعني تقدر تشيل الطابعة في اي شنطة لابتوب او اي شنطة صغيرة لان حجم الطابعة اصغر من حجم اللابتوب وميزة معنا ان الطابعة مزودة ببطارية ستسهل لك استخدام الطابعة شهوله لمصدر كهرباء و 3 ميزة معنا أن تستخدم البطارية وتستخدم الطبع من خلال مدخل Type-C الموجود مع الطبعة 4 ميزة معنا أن بطارية الطبعة مصنوعة في اليابان من إنتاج شركة Canon اللibanية 5 ميزة معنا أن تستخدم الطابعة على أكثر من جهاز موبايل وأكثر من جهاز لابتوب وأكثر من جهاز تابليد من خلال خاصية الروتر الوي فاي 6 ميزة معنا أن تستخدم طبع بالأسود والألوان 7 ميزة معنا أن الطابعة عليها ضمان سنة واحدة من تاريخ الشراء وتامن ميزة معنا ان الطابعة مدعمة لجميع اصدارات الويندوز وكمال مدعمة لجميع اصدارات الماك وتاسع ميزة معنا ان الطابعة مدعمة لجميع اجهزة السمارتفون زي الاندرويد والايوس والويندوز فون طب دلوقتي مين اللي انصحه بشراء الطابعة المحمولة الكانون بيكسيما TR150 قبل ما تفكر تشتري الطابعة لازم تبقى عندك علم ان الطابعة دي هتقدر تستخدمها في اي مكان يعني ما نصحش حد ان يشتري الطابعة المحمولة دي ويستخدمها كطابعة منزلية طابعة TR-150 طابعة محمولة هي نفس فكرة اللابتوب يعني انت هتشتري اللابتوب عشان تقدر تشتغل وتنجل شغلك في أي مكان الطابعة المحمولة TR-150 هي نفس الفكرة بالزبط هتقدر تطبع من اللابتوب والموبايل في أي مكان خارج منزلك ولازم تبقى عارف ان الطابعة المحمولة TR-150 موجود منها اصدارين اصدار بدون بطارية و اصدار معها بطارية و عشان تقدر تعرف الطابعة اللي معها بطارية والطابعة اللي معها بطارية بيبقى موجود خارج كارتونة الطابعة ان الطابعة مرفق معها بطارية و انا سيبلكوا رابط تحت الفيديو في الوصف الرابط ده في مواصفات الطابعة Canon Pixima TR-150 من الموقع الرسمي الخاص بCanon وبكده انتهينا من موضوع حدقة النهاردة عن مواصفات الطابعة المحمولة Canon Pixima TR-150 اتمنى كنالة اعجبكم اتمنى الموضوع يكون لعجبكم مستني اي سفسر لكم بخصوص طابعات Canon كان معاكم احمد السيد من القناة Canon العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته